فشل الاحتلال في غزة فذهب إلى الخاصرة الضعيفة في بيروت اغتيال صالح العاروري لم يأتي من باب الصدفة في معركة أنفاق أعدت حماس لها طويلا كما لم تعد قوة سابقا مثيلاتها في التاريخ ويشير خبراء عسكريون إلى أن الاحتلال كان يبحث عن منفذ ما بعد فشله باستهداف قادة حماس في غزة رغم ما بذلته فرق الهندسة والاستخبارات والطائرات المسيرة من جهد ضاع سدى فما كان لها إلى الضاحية الجنوبية في بيروت لتغتال العاروري على العملية تكون خيارا أخيرا للنزول عن الشجرة والقبول بالتسوية ويرى الخبراء أن ميليشيا حزب الله هي الأخرى أمام امتحان صعب لمصداقيتها والتي اهتزت داخليا وخارجيا حيث هددت مرارا بأن أي عملية اغتيال لقيادي في المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية داخل لبنان ستقابلها برد بالعمق السهموني وهو الأمر الذي لن يكون على أقل تقدير مع السياسة التي يتبعها الحزب الذي يخشى تكرار استهداف معقله في الضاحية ويحرص على عدم توسعة المعركة في الضفة الغربية يسود حزن وغضب واضحان على المنطقة التي ينحدر منها العاروري ويحاول الاحتلال ترهيبها عبثا بعد ازدياد اشتعال روح المقاومة فيها خصوصا بعد دعمها صراحة لمعركة طوفان الأقصى وهي أحدى الثمار التي زرع شتلاتها العاروري الذي كان يعد أحد مهندسي الحوار الفلسطيني الفلسطيني ميدانيا في غزة تضيق الخيارات أكثر فأكثر على نتنياهو لتختنق كلماته في مجلس الحرب الصهيوني الذي بدأ بالتصدع لا سيما مع الفشل الكبير بتحقيق أهداف العدوان المعلنة ويرجح خبراء في الشأن الصهيوني أن تكون عملية الاختيال بداية لمجازر أخرى ترتكب في غزة ستحدد معها إمكانية الانتقال للمرحلة الرابعة من الحرب وإيقاف استنزاف الجيش والكيان الصهيوني ككل في حرب يبدو أن حماس ستحرم عدوها فيها من تحقيق أي إنجاز أو التقاط أي صورة لنصر مفترض